وأيضا يا شيخ موانع إجابة الدعاء ما أبرزها يا شيخ موانع إجابة الدعاء كثيرة ومنها الشرك بالله عز وجل أعظمها الشرك بالله عز وجل من أعظم موانع الدعاء ومنها أكل الحرام قال صلى الله عليه وسلم كالمسافر يمد يديه أشعف أغبر يمد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم ادعو الله يجعلني مجابة دعوة قال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك نعم أحسن الله إليكم الاعتداء في الدعاء يا شيخ ما هو؟ الاعتداء في الدعاء أن يدعو على شخص بالعقوبة أو يدعو على شخص بما يكره هذا لا يجوز لا يجوز أن يدعو على الناس وحتى الظالم الأحسن أنه ما يدعو عليه حتى الظالم الأحسن من ظلمها الأحسن أنه لا يدعو عليه لأنه إذا دعا عليه فقد استوفى حقه ترجمة نانسي قنقر